دورة تدريبية للحصول على رخصة الصيد أهم مميز الأيام التكوينية الخاصة بصيادي ولاية أم البواقي وبتنسيق مع جمعية المجال ومديرية الغابات التي صهرت على إنجاح الحدث دورة تدريبية الخاصة بالتأهيل الحياز على رخصة الصيد من طرف محافظة الغابات هذا بحضر ما يفوق مئتين صياد عبر تسع جمعيات الإقبال الكبير كان مرتبطا بالقوانين الجديدة التي سنت في اختصاص الصيد والمألوف أن المنطقة معروفة بجبالها وبخصوصية مشاتها والاحتواء كان نقطة بداية عملية الالتفاف حول مشروع الصيد المنظم أهم المشاكل التي تواجه الصياد بصفة شخصية وإدارة الغابات بصفة عامة هو الصيد العشوائي نقص الضخيرة وربما انعدامها تماما وانعدام محلات البيع القانوني للضخيرة ووسائل الصيد لأن الحقيقة الثروة الحيوانية رح نقارض طرحت من الصيد العشوائي والصيد المبلات وكان عوامل طبيعية ثانية خرع موش غير ذلك الصيد العشوائي دورة تدريبية من شأنها تقنين دور الصياد في هوايته وحمايته مبدئيا وفق ما تنص عليه المواد القانونية التي تسير العملية ولضبط أبجديات الصيد المحترف والمنتظم بالزمان والمكان والرخصة المطلوبة اشتركوا في القناة